أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تحليل بيئة معالية المياه Water Treatment لهذه الوحدة الخامسة ونواصل شرح محتويات هذه الوحدة معالية مياه البحر Water Desalination ونواصل في شرح مراحل معالية مياه وتعريفها والطرقة التي تستخدم في معالية مياه البحر مجموعة ما تنتجوا محطات التحلية في العالم أجمع أكثر من 11 مليون متر مكعب يومياً هذه معلومات عامة عن مياه البحر أو مياه المعالجة مجموعة مياه التحلية المنتجة في العالم العربي أكثر من 7 مليون متر مكعب أو حوالي أكثر بغليل من نص أكثر من نص أقصد الانتاج العالمي نسبة مجموعة المياه المحلاء المنتجة للمملكة العربية السعودية مغاربة بانتاج العالمي أكثر من 29 في المياه معالجة مياه البحر تعتبر أحد المصادر الرئيسية لحصول على مياه الشرب لحصول على مياه الشرب في الدول التي تكون فيها المياه الأنهار والمياه الجوفية النادرة طرق تحلية مياه البحر حسب كيفية فصل الماء عن الأملاح هي نفصل الماء من إيش من الأملاح إذن تنقسم إلى طرق معينة إيش هي واحد فصل الماء عن الأملاح مع تغيير حالة الماء وذلك بتبخير الماء أو تجميده يعني نبخر أو نجمد نبخر أو نجمد في هذه الحالة كيف نفصل طريقة فصل الأملاح عن الماء بالنسبة لمياه البحر نبري 2 فصل الماء عن أملاح دون تغيير حالة الماء وذلك بطريقة التناطح العكسي أو الفرز الكهربائي أو الديلزة ثلاثة طرق هنا التناطح العكسي الفرز الكهربائي أو الديلزة بدون ما نغير حالة الماء نبري 3 فصل الماء عن الأملاح باستخدام الأغشية أو الخواصة الانتغالية بالنسبة للأيونات وهنا طريقة أخرى لفصل الماء عن الأملاح باستخدام الأغشية ذلك باستخدام الأغشية طرق معالية مياه البحر يمكن أن تصنف حسب استخدامات الطاقة أولاً في الشريحة السابقة قلنا حسب كيف فصل الماء عن الأملاح وثلاثة طرق ويتناها وهنا طرق معالية مياه البحر يمكن أن تصنف حسب استخدامات الطاقة أنواع الطاقة إما تكون حرارية وميكانيكية وكهربية وكيميائية التبخير الموميضي ويعتبر استخدام الطاقة الحرارية الملتيستيتش فلاش MSF والتناطح العكسي استخدام الطاقة الميكانيكية الديلزة الكهربية وإستخدام الطاقة الكهربية والتبادل الأيوني للأيوني استخدام الطاقة الكيميائية والأثر المتعدد ملتب الإفكت استخدام الطاقة الحرارية فرأينا هنا يمكن طرق معالية مياه البحر يمكن تصنيفها حسب استخدامات الطاقة وفي الضغط البخاري فيبا كومبريشن في سي استخدام الطاقة الحرارية ويمكن أن تصنف على أساس الطرق الحرارية والطرق التي تستخدم الأخشية يعني ممكن نخليها بشكل بشكل قسمين فقط يعني طرق حرارية وطرق تستخدم الأخشية ترجمة نانسي قنقر